في كتير طرق وصلحات تألم فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق 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 أحبائي المشاهدين نرحب فيكم في منبر الطريق بحلقة جديدة من كلمة الله اليوم رح يكون موضوعنا عن الحرب الروحية الحرب الروحية فنقرأ من كلمة الرب من رسالة بولوس الرسول الثانية الأصحاح العاشر ومن العدد الثلاثة رح نقرأ بعض الأعداد لأننا وأن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحت محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكله علوين يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح إلى هنا كل المجد ليبارك لنا الرب هذه الكلمات اليوم رح تكون يكون موضوعنا عن الحرب الروحية طبعا في قوتين عظمتين في هذا العالم وهالقوتين في صراع دائم ممكن تقول أن القوتين العظمتين ممكن تكون بين دولتين لنقول مثلا روسيا وأمريكا لا نحكي على مستوى الروحي هناك قوتين عظمتين هي الظلمة والنور هناك حرب بين مملكة الله ومملكة إبليس وهذه الحرب مستمرة ورح تظل مستمرة طالما وجودنا على الأرض لحتى مجيء الرب يسوع المسيح الثاني وتقييد عدو الخير عدو النفوس إبليس فحربنا رح تكون مستمرة بين الخير والشر وبين الظلمة والنور لكن في عنا عدو وهذا العدو مقاوم ومحارب عدو مفسد مفسد كل شيء حقيقي مفسد كل شيء من الله محارب مملكة الله ومحارب أيضا أبناء الله تعاوا نتعرف من قرب عن هذا العدو أساليبه ضد المؤمن أساليب هذا الشيطان هذا العدو ضد المؤمنين أول حرب أو أول أسلوب يستخدمه هذا العدو هو الشك أول شيء حاربنا فيه هو الشك ونحن نعرف من البداء من السقوط وبدأ إبليس يعمل ويحارب فأول أسلوب يستخدمه ضدي وضدك وضد كل المؤمنين وضد مملكة الله وضد أبناء الله هو هذا الشك وشفنا في البداية من سفر التكوين عندما أدخل الشك في قلب حواء أحقا قال الله أحقا يشكك في كلمة الله ومع كل أسف أنه هذا الشك انتصر فيه وأسقط أو سقطت حواء من خلال هذا الشك ومن هذا الحوار الذي فتحه وسقطت البشرية من خلال هذا الشك مو بس هيك حتى نشوفه أنه من خلال تجربته مع رب المجل يسوع المسيح أيضا قال له إن كنت أنت أبن الله إن كنت أنت أبن الله فألقي نفسك من فوق لأنه مكتوب على الأيدي يحملونك يحاول في كل أساليبه وفي كل ألاعيبه أنه يدخل الشك إلى قلب المؤمنين ونحن كمان اليوم ممكن يشككنا في خلاصنا ممكن يشككنا في عمل المسيح ممكن يشككنا في صليب المسيح ممكن يشككنا في كلمة الله ممكن يشككنا في وجود الله طبعا لأنه هاي أساليبه أساليبه هي الخداع والنفاق فأول أسلوب يستخدمه ضد المؤمن هو الشك في أسلوب تاني ممكن يقدر أيضا يستخدمه ضد المؤمنين ألا وهو التخويف يرسل روح روح اسمه روح الخوف روح الخوف نشوف استخدم هذا الشيء مع مين مع إليا النبي رجل الله اللي وقفه قال حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه يقول فخافة إليا فهرب من وجه إزابل إزابل هي رمز لأبليس يحاول يدخل الخوف إلى قلب المؤمنين ونفس الأسلوب استخدمه أيضا في البحر لما هاج البحر والعاصفة وخافوا يقول فخافوا التلاميس خوفا فهي حاول دائما يحاول يدخل عنده أساليب يشغلها ويشغل كل طاقاته من أجل يوتر الأجواء فإذن أول أول أسلوب يستخدمه ويستخدمه من خلال الشكل الأسلوب الثاني ممكن يستخدمه من خلال التخويف وفيه أسلوب آخر ممكن يستخدم عن طريق الفشل أنت غير نافع أنت ما بتنفع أنت مالك وجود يحاول يفشل في المؤمنين يرسل روح اسمه روح روح الفشل لكن نحن نعرف أن وعد الله وكلمة الله يقول الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح فدائما يستخدم أساليب لكي يرسل أو يستغل توظيفه من أجل التفشيل المؤمنين فيه أيضا يستخدم أسلوب آخر وهو التجريب يحاول يجرب يجربنا مثل ما جرب رب المجد في التجربة في البرية أيضا يحاول يجربنا من خلال الكبرياء من خلال الشهوات الجسدية يحاول يجربنا لكن لدينا نحن سلطان وعننا قوة من رب المجد أيضا يحاول يرسل أسلوب آخر أو يستخدم أسلوب آخر ولا وهو التضليل التضليل يعني يزيف الحقائق يزرع أفكار أفكار غير حقيقية يزرع بدع مثل ما عم يشوف اليوم في عالمنا ما أكتر البدع اليوم اللي عم تظهر كل فترة عم يزهر لنا بدعة من البدع يرسل روح اسمه روح التضليل روح أيضا التضليل ويرسل أيضا يستخدم أسلوب آخر وهو أسلوب اسمه أسلوب التعيير أسلوب اسمه التعيير فطبعا من هالأساليب أنه الله معقول يترك يتركنا هيك في وسط في وسط هذه المعركة ووسط هذه الحرض طبعا لا لأنه إن كان الله معنا فمن علينا فالله يعطي مفاتيح لمن يعطي مفاتيح للمؤمن حتى يقدر يقاوم هذا العدو الذي يفسد يفسد كل ما هو صالح وكل ما هو مستقيم وكل ما هو أيضا حق فعننا مفاتيح مفاتيح اسمه مفاتيح النصرة حتى نتغلب ونقاوم هذا العدو المفتاح الأول اللي نقدر نحن نستخدمه حتى نقف في وجه هذا العدو ألا وهو أن أعرف من هو من هو قائدك من هو قائدك فتيموساوس الثاني الأصحاح الأول على الثانية يقول لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا لكنني لست أخجل لإني عالم بمن آمن وموقنا إنه قادر أن يحفظ وديعتي أحفظ وديعتي فالمفتاح الأول أعرف من هو قائدك وأيضا أعرف من هو من هو عدوك ولما تخوض هالمعركة أكيد رح تنتصر أعرف من هو القائدك أوش أول المفتاح قلنا أعرف هو مين هو قائدك تقدر تعرف قائدك من خلال الإيمان في نصرة في نصرة المسيح على عدو الخير المسيح دائما يعطينا يعطينا القوة تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم يعطينا قوة في قوة الإيمان حتى نقاوم ونكافح ونجابه هذا العدو حتى نحن في وسط ضعفنا وفي وسط ضيقاتنا وفي وسط التجربة الله يعطينا القوة حتى والإيمان حتى ننتصر مثل ما قال بونس الرسول في كورنتس تاني صحاح التاني ولكن ولكن أشكر الله الذي يقودنا في موكب نصرته في كل حين الله يعطينا هالقوة حتى ننتصر في مين؟ من خلال الإيمان بقائدنا رب المجز وأيضا يعطينا السقة في الانتصار على هذا العدو عندما نسق في الله نسق في الله وفي مواعيده طبعا يعطينا أيضا روح الانتصار إبراهيم كان واسق أنه حتى حتى لو قدم ابنه زبيحة الله رح يقيمه أيضا في أفاسوس الأصحاح السادس يقول تقوّوا في الرب وفي شدة قوته السقة تمنحنا أيضا الانتصار فإذن أول شيء من خلال الإيمان اتنين من خلال السقة والشغل التالي اللي نعرفه أنه الله كلي القدرة وكلي المعرفة هو الذي يعطينا هذا الانتصار في مزمور التاسع والعدد السادس يقول العدو قد تم خرابه العدو قد تم خرابه فما في داعي نحن نخاف لأنه عنا إله كلي القدرة وكلي المعرفة وكلي السلطة لأنه جرد كل الرئاسات وكل السلاطين أشهرهم جاهرا زافرا زافرا بهم فأول مفتاح أعرف من هو قائدك أعرف أنه أنه أنت ابن مين أنت شخص محمي في شخص الرب يسوع المسيح إذا كان هذا العدو كأسد لكن عندنا هذا الأسد الخارج من صبت من صبت يهوزا قد حطم هذا العدو وسحقه في الصليب وسحق رأس الحية في الصليب ومو بس هيك أعطاني وأعطاك أيضا سلطان حتى يقول في لوقا الإصحاح العاشر وأعطانا سلطانا أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضرنا ولا يضرنا شيئا لما نحن نتقدم ونتصارع مع هذا العدو لكن نحن نعرف أنه في عندنا القوة من خلال هذا القائد المفتاح الثاني في نصرتنا على هذا العدو أعرف مركزك في المسيح أعرف من أنت أنت مانك شخص عادي أعرف أنت أنت مانك بس مجرد مجرد رقم ولا مجرد اسم المسيح حتى يعرفنا بأسماء أنا واحد خرافي تسمع صوتي وتدبعني وأنا أعرفها بأسمائها أنت شخص مميز أعرف مركزك أنت مين أعطانا سلطانا أن نسير أولاد أولاد الله مكتوب في يوحن الأولى الأصحاح الخامس لأنه كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة التي تغلب هي شو هي إيماننا تذكر أنه أنت قوتك في مركزك أنت أنت مين وأنت أبن مين أنا عندي أبوي اللي قادر على كل شيء أعرف مركزك وتذكر شغلة تانية تذكر أنه أن تلبس سلاح الله الكامل لا أنك تعرف على سلاح الله الكامل لكن تلبس تكون مسلح وتلبس لباس الله الكامل لأن أسلحتنا تصبح عظيمة من خلال الله وحده أعرف المفتاح الثاني أعرف من أنت وما هو وما هو مركزك المفتاح الثالث أعرف من هو عدوك أعرف من هو قائدك أعرف من أنت أعرف من هو من هو عدوك أنه هذا العدو هو عدو حقيقي هدفه يتعب المؤمنين هدفه يفشل المؤمنين هدفه يضمر المجتمعات هدفه يقسم العوائل هدفه يزرع النزاعات في هذا العالم المنظور لأنه هو أصلا هو كان ملاك وسقط وسقط معه أيضا ثلثين من الملائكة لأنه أراد أن يصبح كرسيه مثل الله أعرف من هو العدو أنه هذا العدو قوي هذا عدو غير منظور وهذا العدو أيضا له قوة قال عنه بطرس الرسول خصمكم كأسد زائر قال عنه يوحن كذاب وأبو الكذاب قال عنه بليعال قال عنه في سفر التكوين الحية اللي أحيل من جميع الحيوانات اسمه الشيطان اسمه المقاوم اسمه عدو اسمه إله هذا الدهر اسمه سلطان هذا الهواء اسمه سلطان الظلمة اسمه الشرير اسمه المقاوم اسمه السارق اسمه الزابح يعني هالأسماء كلتها أعرف من هو هذا العدو يقدر يظهر لك بأشكال مختلفة وشفناه أنه ظهر مثل ما قلنا في الحية ممكن يظهر كأسد ممكن يظهر شبه أيضا ملاك نور ويظل ويظل حتى المؤمنين يظل كثيرين إلى هذا الدهر في سفر الرؤية اسمه أبدون وأبوليون يعني ملاك ملاك أيضا ملاك الهاوية اسمه بعلزابول أي إله إله الزباب إله الزباب يعني كل ما مثل الزبابة كل ما تضربه يرجع لك مرة تانية كل ما تكشه يرجع مرة تانية عليك فما رح أبدا يتركك في حالك فهذا هو عدونا أعرف عدوك يقول بولوس الرسوف كورونتوس تاني صحة تاني لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل لا نجهل أفكاره لا نجهل أفكاره يزرع فينا القلق يزرع فينا عدم الغفران يزرع فينا المرارة الغضب يخدعنا بأكاذيب يخدعنا يخدع حتى أزهان المؤمنين أعرف قائدك وأيضا أعرف من أنت في مركزك وأعرف من هو أيضا عدوك أعرف من هو عدوك لكن خلونا نأخذ نقطة أخيرة كيف نعيش حياة النصرة كيف نعيش حياة النصرة كل حرب إلى خطة وإلى قائد وإلى مدرب وإلى شخص مناسب هو يقود ويخود هذا الحرب يعطي جنوده التعاليم والتدريبات على تنفيذ الخطة تبعه لكن يقلنا في تيموسى وسط أصحاح الثاني والعدد والعدد الثالث فأشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح لمين ليسوع المسيح فعلى المؤمن أن يجاهد أن يجاهد كجندي كجندي صالح الجندي صالح هو مستعد دائما في وسط المعركة 24 ساعة هو متاح ومستعد ومستعد دائما لأي مواجهة مع العدو فأنا وأنت جنود في كيف نعيش حياة الانتصار لما نحن نكون جنود حقيقيين ليسوع المسيح الجندي يكون هو دائما حاضر سيدي حاضر يا فندم أنا جاهز أنا مستعد أكون في وسط المعركة وقلنا أنه لازم أكون أنا مسلح الله أعطاني سلاح أكون مسلح في سلاح الله الكامل فأغلب عندما أجاهد عندما أجاهد يقول فرؤية اطناعش وهم غلبوه كيف غلبناه غلبناه بدم الخاروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى حتى الموت فنحن أقوياء أقوياء في مين في المسيح فيجب علينا أول شيء أن نعيش حياة حياة النصرة كيف نعيش حياة النصرة لما نحن نكون كجندي صالح لمين ليسوع المسيح ونكون دائما مستعدين في ساحة المعركة وفي ساحة المواجهة وفي ساحة المقاومة نكون صهرانين مش نايمين وغفلانين على هذا العدو لأنه يأتينا أوقات غفلة يأتي هذا العدو يأتي لما يشوف فيه أن أي نقطة نقطة ضعف أي صغر فينا يأتي هذا هذا العدو وأيضا ويسمم يسمم أفكارنا علينا أن في حياة النصرة أن أيضا نتدرب على نتدرب على كلمة الله نلهج فيها نهارا وليلا كما يقول في سفر المزامير الأصحاح الأول نلهج بها نهارا نهارا ولكن في ناموس الرب مسردته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عن مجاري المياه التي تعطس مهرا في أوانها ورقها لا يزبل وكل ما يصنعه أيضا ينجح كيف نعيش عندما نكون نتدرب على كلمة الله نلهج فيها نهارا وليلا كلمة الله التي أعطانا هي الله أن نحن نكون فيها نتأمل فيها وأيضا نغرس فيها ونأكلها أيضا يقول أخذت كلامك فأكلته فكان لي للبهجة والسرور نلهج بها نهارا وليلا تكون هي أسلوب حياتنا نعيش فيها أسلوب حياتنا مثل ما مكتوب عيشوا فقط كما يحق لإنجيل المسيح تكون أسلوب أسلوب الحياة حياتنا وأيضا هي كمان مكتوبة عنها هي سيف الروح السيف إحدى السلاح اللي موجود في أفاس الصحاح السادس وهو سيف الروح أي كلمة الله اللي فيها نقدر نحارب وأيضا فيها نقدر أن ندافع ندافع على ندافع على أنفسنا لأنها مثل ما قلنا هي سيف الروح كيف نعيش حياة النصرة أيضا من خلال أن نكون مصليين نكون مصليين وطبعا مثل ما قلنا أنه هذا في أفاسوس الأصحاح السادس يحكي عن سلاح الله الكامل كيف نستخدم سلاح الله الكامل اللي أعطاه الله للمؤمنين في نهاية الأصحاح السادس يقول مصليين بكل صلوة وطلبة في كل وقت في الروح وساهرين تكون صلواتنا شو؟ صلواتنا بالروح صلواتنا تكون بدون انقطاع صلواتنا يجب أن نصلي في كل حين ولا ولا يمل نصلي نعطي وقتنا في الصلاة وفي الخلوة ومن خلال صلواتنا نتكلم نتكلم مع الله ونسمع صوته وهو قال أيضا ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني وإلهنا كل المجد عزيزي حربنا هي مع قوى الظلمة هذا العدو شرس هذا العدو ما نستهين فيه قال بولس الرسول لا نجهل لا نجهل أفكار وممكن يأتيك في أي وقت يمكن يأتيك في أي ظروف صعبة يأتي هذا العدو لكي يحاربك لكنك عندك أعرف من هو من هو قائدك أعرف أنت مين أنت منتصر أنت الله أعطاك السلطان أنك تدوس كل الحيات والعقارب وكل قوى الشر آمين في كتير طرق وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق إطارد إطارد الحياة الحياة nytا